السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب نبس عليكم بخير كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيان تريد أن تراجع ساعات طويلة وما تستطيع حاولت عدة مرات وما استطعت إن شاء الله بعد تطبيق ما سنتعلمه الآن ستعشق المراجعة وتحصل على أعلى المعدلة جوج دير التقنيات تقنيتان تحتاج لتطبيقهما حتى تتفوق إن شاء الله في الدراسة تقنية الأولى تسمى تقنية البومدورو وهي تجربة علمية أي تقنية الطماطم وهي تخص تنظيم وقت المراجعة ماذا ينبغي أن نفعل أثناء المراجعة مثلا كي تراجع ست ساعات متواصلة فأنت في حاجة لأخذ خمس دقائق راحة بين كل نصف ساعة وأخرى يعني تراجع نصف ساعة وتأخذ خمس دقائق تشرب قهوة تقوم بحركات ريادية تستلقي تمرح مع الأهل وهكذا هكذا سيظل الدماغ ناشيط طيلة وقت المراجعة أما إذا راجعت ست ساعات متواصلة فستكون النتيجة بدون جدوى لأن الدماغ يشتغل نصف ساعة ثم يضعف عمله لهذا يحتاج إلى تنشيط كل نصف ساعة إذن هذه هي التقنية الأولى نصف ساعة ونرتاح خمس دقائق ومن طبيعة حال طبيعة المراجعة تختلف من المادة إلى أخرى فالمواد العلمية تحتاج إلى حفظ القواعد الأساسية والاشتغال على أكبر عدد من التمارين أما المواد الأدبية فهي تحتاج إلى حفظ متقن ثم تلخيص المعلومات الأساسية التي من خلالها استرجع كل الحفظ إذن هذا ما سنحتاجه في التقنية الموالية وهي تقنية التكرار تكرار ما تمت مراجعته أو ما تم حفظه لأن حفظ أي معلومة 100% يعني أن تحفظ حفظا متقنا أو أن تفهم فهما متقنا بعد 3 أيام لا يبقى من الحفظ أو الفهم إلا 50% وبعد أسبوع لا يبقى منها إلا 10% لهذا فالمعلومة تحتاج إلى ضبط وهذا ما يسمى بتكرار المحفوظ عند طلبة القرآن لهذا حافظ القرآن نجده ضابط للقرآن لأنه دائما يكرر القرآن وهذا يقوم به طلبة القرآن منذ القدم وأكدت تجارب الحديثة التي قام بها العالم الألماني هيرمان كما هو موضح في هذا المبيان بعد أسبوع لا يبقى من المعلومات التي تم حفظها جيدا إلا 10% فإذا أردنا أن تبقى معنا هذه المعلومات بعد أسبوع وبعد شهور فهي تحتاج أن نراجعها بعد يوم ثم بعد 3 أيام ثم بعد أسبوع إذا حفظت أو إذا راجعت الدروس يوم الأحد مثلا فتحتاج أن تعيد هذه المراجعة يوم الثلاثاء يعني تعيد ما لخصته وتعيد القواعد الأساسية وليس كل شيء ثم تعيد يوم السبت وهكذا ثم تكرر هذه المراجعة يوم السبت يعني بعد مرور أسبوع وهكذا تبقى معك المراجعة شهور إذا نلخص ما مضى التقنية الأولى وهي تنشيط الدماغ كل نصف ساعة نأخذ استراحة والتقنية الثانية وهي التكرار وهكذا إن شاء الله المعلومة ستبقى معكم شهور وسنوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته